زيكوا حبيبا عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن مسلسل جديد نازل قريب اسمه كريستال المسلسل ده ان شاء الله حينزل قريب هو مسلسل مأخوذ من مسلسل حرب الورود تعال نشوف ايه القصة بتاعته من لايه ان الفنان محمود ناصر بيستعد الخط لتجربة جديدة مختلفة عن البيئة الشامية اللي قدمها في مسلسل رمضاني مربل عز معاه باميلا الكيك واستفاني عطلة العمل اسمه كريستال ومقتبس من المسلسل التركي حرب الورود هيعرض رايب جدا على مناصة شاهد محمود ناصر بيلعب شخصية جواد وشارك البوستر الرسمي للعمل على انستجرام وعلق كريستال جواد فيات قريبا على شاهد العمل ده بعد نجاح ظاهرة الاعمال العربية المقتبسة من الاعمال التركية كان اخره مسلسل التمن بطولة باسل خيات ورزان جمال لكن بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسل كريستال تعرض صنوع العمل للهجوم بسبب تشابه كبير بين البوستر ده والبوستر الرسمي من المسلسل التركي عشار البعض الى عدم اقتباس كل ما يخص العمل دون اي اضافات ابداعية تبدور احداث المسلسل حول فتاة فقيرة بتعيش في ملحق قصر خاص باكبر واشهر مصممة ازياء واللي بتعتبر ملهمة لها وبتحلم الفتاة بان هي تصبح ناجحة ومشهورة زي المصممة دي لكن احداث القصة بتبدأ لما الفتاة ومصممة الازياء الاثنين يقعوا في حب شخص واحد عدد من النجوم المتابعين قدموا التهيني لمحمود نصر على عمله الجديد وتمنوا ليه نجاح زي سيرين عبد النور وايمن عبد السلام مايسون ابو اسعد وعبد الكريم حمدان بعض المتابعين طالبوا محمود بعدم الدخول في الاعمال الدرامية المشتركة والمدبلجة والحفاظ على الاعمال اللي احبوها على حد قولهم يعني وناس كتير قالوا له ياريت تخليك في قصة معينة مختلفة مسلسل سوري يعني لان انت تستحق ده بدون اللجوء الى اقتباس عمل من مسلسل تركي لكن من الواضح ان ام بي سي منتشرة في تعريب الاعمال التركية ويجعلها عربية وطبعا بتستغل النجاح بتاع المسلسلات التركية وبتكون مقارنة جميلة جدا وانا شايفة ان المسلسلات دي بتكون نافحة جدا وكمان بتكون خفيفة وجميلة للجمهور الفيديو بيخلصوا مستنين مع بعض احداث مسلسل كريستالي اللي حينزل قريب جدا على شاهد وحينتشوف هالفعل المسلسل حيكون هيكون مقتبس 100% من العامل الاصلي ولا حيحصل تغيرات عليه زي ما بيحصل دلوقتي بمسلسل التمن اشوفكم على خير في فيديو تاني ومستنين المسلسل باي بار شكرا 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 شكرا